كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقيات تهنائي للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو وفي برقياته أكد رئيس مجلس الشيوخ أن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن مشيرا أن المصريين أظهروا خلالها وعيهم بما يحاك لهم فخرجوا جميعا ضد قوى الظلام والشر لردها خائبة على عقابها ولإنقاذ الوطن